السلام عليكم ازاييكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معكم سوما والنهاردة معانا فيديو جديد وزاي ما انتو شايفين في العنوان النهاردة معانا فيديو روتين حلو جدا هيعجبكوا قوي ان شاء الله هنبدأ بقى فيديو روتين بتاعنا النهاردة من الفطار الفطار بقى شوية بتنجان حلوين كده وسلطة وكمان طعمية وبطاطس وكمان شوية فول كده جامدين متحولين كده ومتزبطين يعني وطبعا الفطار ده انا جايبه جاهز ما عملتوش النهاردة عشان كده محضرناهوش مع بعض وطبعا العيش البيتي بتاعنا المعروف جدا حبيت ان احنا نبدأ اليوم بتاعنا النهاردة بفطار متين كده علشان ان شاء الله هيبقى اليوم بتاعنا جامد جدا 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 وكمان في نفس الوقت مش هيبقى في فرهادة يعني هبدأ اليوم بتاعي بالفطار هنفطر وبعدين هنزل روحة السوق وادي يا جماعة المشتريات بتاعتي اشترتها ورجعت من السوق عايزة ورها لكم واقول لكم الاسعار بتاعتها كانت ايه النهاردة بصوا كده خلينا نبدأ كده من اليمين جبت كيلو ونص بطاطس الكيلو ونص كان بعشرة يعني ماشي يعني انا وزنت البطاطس على كيلو ونص بعشرة جبت كمان هنا لمون اللمون الربع كيلو بسبعة جنيه ونص تمام جبت الاستاذة دي وزنتها كده كانت بتسعة جنيه شميت رحتة حلوة قوي روحت بقى جايباها غرتني بصراح معيني ما كنتش عايزة جيبها جبت كمان تفاح التفاح كان النهاردة التلاتة بعشرة جبت كمان خيار الخيار كان الكيلو ونص بخمسة جنيه جبت كمان برقوق وكان البرقوق النهاردة بصوا احنا غسلنا طبعا مقدرناش نستحمل اكلة منه على طول البرقوق كان الكيلو بخمستاشر جنيه كمان جبت اللي هو العنب دوت ده الكيلو ونص بعشرة جنيه بس العنب انا بده غير اللي هو التلاتة بعشرة دوت جميل قوي وما تلاقاهوش مدود ولا بتاع لا بيبقى جميل قوي وكمان العنقود كده بصوا بصوا العنقود عمل ازاي طحفة اهو فجبت منه كانوا نص بعشرة طبعا انتو شايفين انا جايبة كزا حاجة فاكهة بس محمد هيبوز الفيديو تقريبا بس انا جايبة كميات صغيرة ما بحبش اجيب كميات كبيرة عشان مفيش حاجة ببوز ايه يا لول محمد سيكت الحمد لله نكمل الفيديو بقى بصوا بقى جبت كمان الطماطم دي الطماطم كانت النهاردة اللي اربعة بعشرة بصوا جميلة ازاي شايفين جميلة 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 كانت اللي اربعة بعشرة النهاردة جبت كمان الفلفل الفلفل كانت كيلو باربعة يهو جبت كمان الملوخية. الملوخية كانت الحزمة دي. حزمة دي كلها على بعضها كده بجنيه ونص. كمان البقدونس الحزمة بنص جنيه. جبت كمان الخل دوت القزة دي بتنين جنيه ونص. اهو. جبت كمان سكر ورز. الرز كان الكيلو بتمانية. السكر كان الكيلو بتمانية. جبت كمان مكارونا. المكارونا الكيلو. الكيس باربعة جنيه. جبت كمان ايه? بصوا يا جماعة. كانت ايسل عايزة شوية التوك بسيطة كده. علشان تروح بيها الحضانة لان لما بحط لها التوك اللي هي الكلبسات دي. بتوقحها والولاد بقى بياخدوها ويلعبوا بيها وبترجع لي من غيرها كل يوم. ببقيت اجيب لها الاستج ديت. واللي هي بيفيونكة بردو يعني بتبقى شكلها لزيز بردو. اه على الطائم كده بتاع الحضانة بتبقى تحفا. بصوا التلاتة دول بخمسة. عندنا بيبيعوا التلاتة بخمسة. جبت كمان اللي هي بتاعة الشمع دي. اه ايطالي. اهي. مديني ابو بتاعتها اللي بتروح بيها الحضانة الصبح كانت اضيقت شوية. قمت جايبالها بقى الكاب ده. بصتو شكله عامل ازاي. هلوة قوي. ده شكله كده ورقيق قوي. اه كانت عجباني البنك منها. كمان ماشي على الجزمة بتاعت الحضانة. بس هي اصرت ان هي تاخد اللون ده عشان هي بتحبه. وقعت لي لا انا بدي بحبها تانية وحشة. بتلا خلاص. خلاص ماشي برحتك. ديت كانت باثناشر جنيه. بصوا شكلها ريق قوي واثناشر جنيه برضو يعني مش مش وحش. دي بقى كانت المشتريات البسيطة بتاعتي النهاردة اللي جبتها من السوق. يلا نكمل. اه نسيت. دي كمان. جبت بقى ديت بقى فضيعة في التراب يا جماعة. يعني دي ما بستغناش عنها ابدا. كل ما الرش بتاع واحدة يسقط بفضل وراها لغاية اخر اخر ريشة. لما اخر ريشة تقع روح مغيرها على طول. بجيب اتنين في اتنين. كنت الاول بجيبت تلاتة بعشرة جنيه. دلوقتي بقى بقت الاتنين. الواحدة بسبعة جنيه ونوص. حاجة يعني. الاتنين بخمستاشر تخيلوا. يعني من التلاتة بعشرة بقت الاتنين بخمستاشر جنيه. فجبت الاتنين دول. آآ علشان ان انا بستخدمهم دايما يعني. ودايما بتايه بتحيرني كده وبتروح مسقطة الريش بتاعها. وكمان محمد وايسل بيعودوا يلعبوا لي بها. ومحمد دلوقتي اعاد يزن عشان ياخد اللي في ايدي. اخبها وخرج. آآ فدي حلوة قوي في التراب. اي غبرة كده في التنظيف اليومي بترفعها كده وبتبقى لذيذة قوي في الاستخدام. حبيت ان انا فتكو برضو بسعرها. آآ دي كانت مشترياتي النهاردة. يلا نكمل يومنا ونشوف هنعمل ايه تاني. هروح بقى لم الحاجات دي كلها في قلب التلاجة. واشوف الحاجات اللي هتتحط في التيربو. وكده يعني. وهرجع لكم مرة تانية خليكم عايق. بعد ما خلاص خلصت بقى الترتيب وراست الحاجات بتاعتي. عايز اقول لكم ان الجزامة بتاعتي دي منظرها كده زي ما انتم شايفين. آآ طبعا بقالها يومين كده متسابة زي ما هي كده الجزام جنبها والحاجة لان كانت مكسورة. ويه جوز يالله باركله كان في الشغل يعني. وكان بقاله يومين في الشغل. واول لما قعد اجازة ام عامل هالي اهو زي ما انتم شايفين ثبت هالي كده بخشب بقى ومسامير وحاجات كده. كان الدرج بتاع الشربات والحاجات دي انا متققلة عليه بصراحة. كنت احط فيه حاجات كتير. آآ قامت فجأة راح الدرج ده مكسور وواقع كله من تحت. قام الدرج واقع على الرفوف بتاعت اللي هي بتشيل الجزام والحاجات اعزاكم الله يعني. آآ قام كل الرفوف اللي تحت دي اتكسطرت ووقعت. فآآ حبيت بقى ان انا اعملها معاكم النهاردة. آآ زي ما انتم شايفين لميت كده كل الورقة والحاجات اللي انا كنت فرشاها. علشان خطر ينزل عليها الطراب. ومعيتش هافرش حاجة تاني. انا هافرشها كده يعني هي على الخشب على طول. ووقت ما حب ان انا آآ يعني انا اتضفة. آآ هنضفة هي على طول كده من غير ماشي الورقة ولا حاجة. وهنا كده زي ما انتم شايفين آآ جبت كارتونة. الكارتونة دي هحط فيها الحاجات التقيلة بتاعت الشتاء لان انا خلاص قررت ان انا هافضيها يعني من الحاجات اللي كانت متقلاها ومليالي كده الجزامة على الفاضي. معايا كده قماشة انا بخصصها لتنفيض الجزام. آآ طبعا قبل ما نحط الجزام في الجزامة بروح منفضة بيها يعني. فآآ طبعا الجزام والحاجات قعدت آآ يومين او تلات ايام يا ربي. بالمنظر اللي انتم شايفينه ده لحد لما جوزي يصلحها لاني ما كنتش عارفة بصراحة محتاسة فيها مش عارفة صلحها بصراحة. فاستنيت لما جوزي ياخد اجازة علشان خاطر يصلحها لي. وآآ روحت بقى كانت الجزام والحاجات بقت ملت الطراب وكده يعني مش مشكلة. آآ روحت مسحاهم واحد واحد كده. آآ طبعا الحاجات دي كلها شتوي. الجزم السودة دي جوزي بلعب بها الكورة في الشتة بس مش بيبقى بيستخدمها يعني. حتى الشوز بتاعي يا راخر شتوي برضو كان موجود هنا في الجزامة فقررت ان كل ده هدخله حتى الصنادر والحاجات اللي انا ما بحتاجهاش. هدخل كل ده في الكارتونة واعينها في الدولاب لوقت انحنا يعني. بقى الحاجات بقى برضو همسحها آآ وهدخلها الجزامة عادي خالص. آآ هنا كده زي ما انتم شايفين نفطت كده الجزامة من جوة من اي طراب يكون فيها ووقعتوا كده على الارض. ومن على الارض آآ جبت كده الجروف على ارضية الجزامة يعني. وبتديت كده ان انا لمع وبالمقاشة كده الصغيرة والجروف لميت كل الحاجات اللي كانت واقعة على الارض. انا مش مع فكرت خالص تلميع الجزامة من جوة ببلتج وكده. لان انا كده كده هحط عليها الجزام تاني مليانة طراب. ليه آآ لمعها ببلتج والبلتج غالي وكده يعني. انا مش مع الفكرة دي خالص. انا بس بمسحها كده. لان كده كده هينزل عليها حالا طراب بعد ما رص فيها الشوزات والجزام والصابوهات والحاجات دي لها. خلاص انا رصيت كده الجزامة من تحت بعد ما مسحتها كويس او بقماشة مبلور. وبعدين هفتح بقى الدرج اللي فوق دوت والجزامة طبعا من برا ومن جوه هتتلمع. آآ والدرج كمان دوت من جوه هيتلمع وهبتدي ان انا جيب كده اي ورق آآ او اي جورنال بس طبعا تأكد ان مش مكتوب فيه اي ايات قرآنية او كده. وهبتدي احطه آآ تحت كده في الارضية بتاعت الدرج. آآ الدرج المفروض ده هو بتاع الشربات. بس انا مش هستغله للشربات بصراحة. الشوزات والاحاجات بتاعت ولادي. وطبعا كل الحاجات دي زي ما اتفقنا محتاجها تتمسح بس احنا بنلمعهم اثناء الخروج. يعني وقت ما حد يجي خارج بيروح ملمع الجزمة بتاعته انا مخصصة كده قماش واسفنج وحاجات كده للتلميع الجزم فقط. فبتروح باخد تلميعة كده قبل ما نخرج على طول. آآ برضو ان انا حط بودرة القدم والوارنيش والحاجات دي كلها برضو في الدرج من فوق. لكن الشربات سبتها فاكينها جوه في الادراج. ما مخرجتهاش يعني خلاص. هبتدي بقى بعد ما خلصت على طول نعمل الغدا. الغدا هيكون النهاردة آآ يعني طاجن طاجن السعادة آآ معايا كده نص كيلو زجوء زي ما انتم شايفين ومعايا قرنفلفل احمر قرنفلفل اصفر بصلتين بطاطسيتين بالشكل اللي انتم شايفينه ده البصلتين يكونوا وسط البطاطسين البطاطسيتين بطاطسين البطاطسيتين انا مش هستخدم غير واحدة بس. وكمان الفلفل مش هستخدم غير نص من كل واحدة. معايا كمان معلقة صغيرة من ملح وفلفل وكمون وقصبرة وتوم بودرة وبصل بودرة ورشة آآ 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 فلفل اصمر زي ما اتفقنا ومكعب مرأ. هبتدي اروح على النار على طول وهحط زيت في طاصة على النار. طبعا الوجبة دي سريعة جدا جدا من اسهل الوجبات اللي اه بحبها في حياتي آآ آآ هبتدي ان انا نزل كده السجوء يتشوح وياخد تشويحها كده ويدخل في السوى على النار. اول لما هيغير لونه هبتدي برضو يعني اقلب فيه بس مش كتير لان انا اسمى السجوء اتنين. فلو قلبت فيه كتير كل اللحمة دي هتفرط وهتخرج مني برا. لغاية على اقل ما يمسك نفسه ويغير لونه كده بالشكل اللي انتو شايفينه ده. بعد ما خلاص هيلون كده وياخد اللون دوت معايا. هبتدي ان انا جيب البصل والخضار بتاعي. اول حاجة هنزل عليهم ايه? هنزل عليها كده بالبصل والبطاطس مع بعض. وهديهم تقليبة لغاية لما يتبالوا. ادي البصل والبطاطس هم. هديهم بقى تدبيلة لما اه تدبيلة هديهم تقليبة لما مش عارفة والله ايه اللي حصل في الفيديو ده بس انا حسنة انما النجا خالص. هقلبهم لغاية لما يتبالوا. لما يتبالوا هبتدي ان انا ننزل عليهم بكل التواب بتاعتي. بالشكل اللي انتو شايفينه ده. الناس اللي مش حابة بكاعة بالمرأة. بلاش تضفوه يا جماعة. انا والله ما بقيتش استخدمه غير بعد ما دكتور هاني الناظر قال ان ما فيش منه اي مشكلة خالص. وانه ما فيوش اي مواد مضرة. اه ده دكتور كبير وانا مجرد ما سمعت الخبر ده او شفته على صفحته الشخصية. ما معترضتش. وعلى طول قررت ان انا هستخدم المكعب الملأ لان بصراحة بيفرق جدا في طعم الاكل. متطاة ادبلت واخدت لون حل. ابتدت ان انا انزل عليها بالفلفل والطماطم اللي نحن طبعا بالفلفل وال الالوان وكمان كان معايا نص شفشق طماطم انا عندي هنا طماطم مجمدة لو عندك طماطم فريش هيبقى نص شفشق حطيت كده كيس الطماطم وهو ليست خارج من الفريزر كده فك كده في قلب الطاصة وابتدى ان هو يقلب كده من الجناب واول ما قلب كده روحت موطية عليه لغاية لما الاكلة بتاعت استوت وبشوف كده البطاطس بلاقيها المعلقة بتدخل فيها يبقى الاكلة كده بتاعتي بقى التمام التمام يلا نكمل ونشوف هنعمل فيها ايه تايبي هبتدي كده ان انا جيب طاجن او اي صنية عندك وهتبتدي تنزلي فيها بكل الكلام الجامد اوي بتاعنا ده بالشكل اللي انتو شايفينه ده طبعا تساوي الوش كويس اوي علشان هنديها كده وش حلو قوي كده في الفرن بالشكل ده شايفين بقى شكل استجوء مع البلوكو بجرم يعني حاجة واهم بجد انا بحب الطاجن ده قوي على فكرة جربوه هيعجبكو جدا هبتدي بقى جيب جبنة موزاريلا واحط عليها جبنة رومي مقدير بتاعت الجبنة ايه كوباية جبنة موزاريلا عليها روبع كوباية رومي مبشور طيب حابة ان انت تكتري الكمية عن كده كتري حابة قليلي قليلي براحتك يعني حابة ان انت تكليه كده من غير الوش اللي احنا هنعمله ده مفيش منه اي مشكلة خالص بس انا بنتي بتعشق البيتزا وبتعشق الحاجات اللي هي بتمط فدايما بحب عشان ااكلها الاكلة احب ان انا احط لها كده الحاجات دي في قلب الاكلة علشان خاطر يجرها بس و تخليها تاكل هحط كده الجبنة بتاعتي على الوش وهبتدي ان انا ادخلها الفرن هتشغلي الفرن بتاعك الشواية مع الفرن اا مع بعض مش هتاخد خمس دقايق بالزبط اا لو مش عندك الشواية والفرن بيشتغله مع بعض مفيش مشكلة خالص شغلي بس الشواية خمس دقايق وهيتخرجيه هيبقى بالمنظر التحفة ده شايفين بقى حاجة بجد فضيعة اا طاجن ده لما بيتقدم في اي مكان بيتدفع يعني فيه مبلغ وقدره طبعا ما بيبقاش طاجن كبير كده لا ده بيبقى طاجن صغير عينة يعني بيبقى حاجة صغيرة قوي فجربوا الطريقة ديت هتعجبكو جدا ده كان الطاجن اللي احنا اتغدينا بين نهاردة واكلنا جنبه طبعا رزة ابيض على فكرة الولادي بيحبوا يكلوا برزة مش بالعيش وكمان جنبه كان صلطة اا بجد طاجن وهم وهم يا جماعة لو جربتوه هتعشقوه جد وبعد بقى ما ضربنا الطاجن المتين دوت رحنا اا ضربين بعدي كبايت شاي عشان نفوق بقى البقى اليوم ده كان الغداء طيب ابتدت اعمل ايه بعد كده دخلت على المطبخ وزي ما انتوا شايفين دي بقى مواعين اليوم بطوله طبعا كان عندنا حاجات كتير غير الروتين اللي انا بورهولكو دوت من بقى مذاكرة الايثل وتحفيز وحاجات كتير كده اا فده بقى بعد ما كان اليوم كله تكاوم علينا بقى شوية مواعين كده بصراحة مصبنت شوانا واقفة بعمل الاكل يعني فعشان كده بقى كان في حاجات كده لذيذة كان في بطيخ كده بعد الفطار رطبنا بيه كان في يعني شوية حاجات كده زي ما انتوا شايفين عملتلي شوية مواعين محترم قمت لما بقى بعد ما خلصت الغدا كل المواعين دي علشان عندنا مفاجأة هنعملها بعد شوية هقولكو عليها في نهاية الفيديو طيب بالنسبة للناس اللي بتقولي دايما في التعليقات سوما يعني لسه تعليق ده جايلي طازة يعني سوما على فكرة انت بقتي تطويلي قوي في المواعين وما تبقش تزعلي بالديسلايك عادي يا فكش مش بازعلي بالديسلايك انتوا منوريني باللايك ومنوريني بالديسلايك ومش بازعل خالص كل الفكرة ان انا لما سألتكو قبل كده ألغي فقرة المواعين دي أصلا لقيت كل التعليقات اللي جاية لا خليها مستمرة احنا بنتنشط بيها زيها زي الفيديو بالزبط باقي الروتين اللي فيه فعشان كده سبتها زي ما هي زي ما انطلبتو لان انا لو لقيت نسبة التعليقات اللي جات لي اه الغيها احنا مش حبينها طبعا كنت هلغيها لان انا بعمل اللي انتوا حبينه فلقيت التعليقات غير كده خالص ولقيت الناس جاية بتقولي لا اه مدتلغيهاش خالص احنا عايزين فقرة المواعين لان احنا بنوقف الفيديو وبنقوم نعمل زي ما انت بتعملي انت هتصبيني المواعين بنوقف الفيديو ونقوم نصب المواعين نشغل الفيديو واحنا شغالين فهي الفكرة جاية من كده اه فلو مش عاقبك اه تصبين المواعين ممكن على فكرة بتكت زرار هتقدمي الفيديو تمشي قدام شوية لغاية لما فقرة المواعين تخلص لان فيه ناس حباها وانا ما اقدرش هلغيها بس انت ممكن تتحكمي فيها ممكن تروحي مسراع الفيديو عن فكرة المواعين وتبدأ الحاجة اللي بعدها على طول فدي ما فيهاش اي مشكلة خالص وتاني انا مش بزعل من الديسلايك بالعكس انا بعرف سواء كان الفيديو عجبكو او لا من اللايك والديسلايك انا هو ده التواصل ما بيننا بيبقى عن طريق الموضوع دوت سواء لو لقيت الديسلايكات علي قوي اعرف ان الفيديو ما عجبكوش فمش هعمله تاني لقيت اللايكات كثيرة قوي ما شاء الله ودي دايما بتبقى في فيديوهات الروتين بتبقى اللايكات دايما ما شاء الله يعني معدية فبعرف ان الحمد لله الفيديو عجبكو كده خلاص انا خلصت تصميم المواعين طيب هعمل ايه بقى بعد تصميم المواعين دي زي ما انتو شايفين كده بقى ايه مفاجئة ها فكروا فكروا بسرعة زي ما انتو شايفين احنا كده خرجنا روحنا عند الارض بتاعتنا طبعا زي ما انتو شايفين الخضرة انا بحشة اللون الاخدر دوت وعايز اقول لكو ان الجو هناك كده بيبقى عند حتة الارض في ساعة بعد العصرية كده عارفين انتو الساعة خمسة كده بيبقى الجو رهيب رهيب بيبقى فعلا تروى جدا الشوء دايما بتبقى كتمة حتى لو فيه تكيف التكيف دايما بيبقى شغال بس برضو عمره ما بيبقى زي الجو الطبيعي فاحنا روحنا بقى ايه نتهوى ونهوى الولاد ونخليهم يلعبوا شوية اه وكده فقلت بقى اصور اه برضو معاكم واخرقكم برضو تفسحوا معايا كده شوية صغيرين وتغيروا جو كده معايا ووريكم كده الخضرة وجمالها وجو البديع ده وبكده الفيديو بتاعنا يكون انتهى لو عجبكم الفيديو بتاعي النهاردة يريد تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وهستنى تعليقاتكم الجميلة واخر حاجة والاشاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة